اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم اجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا بكم اعزائنا المشاهدين المتابعين معانا على القناة وكمان اهلا بكم اعزائنا المشاهدين اللي لسه بيشوفوا لقاءتنا الاول مرة وبنقول الجميع اسعد الله دائما منامكم ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن تفسير رؤية جديدة من الرؤى وهيكون معانا في لقاءنا اليوم رؤية اسم من اسماء الله الحسنى في المنام واسم الله اللي هيكون معانا في تفسير رؤيته في المنام في لقاءنا ده هو اسم الله الغني واول ما هنتكلم هنتكلم عن معنى اسم الله الغني في اللغة وهو ان الله هو الغني عما سواه وكل شيء اليه فقير ودي الوحدة كفاية تبين معنى اسم الله الغني وبالتالي اللي يشوف اسم الله الغني في رؤية في المنام فدلالة للرأي ان الله سبحانه وتعالى سيزيده ويعطي له مما يجعل الرأي في الحقيقة ليس في حاجة لأحد وسيكتفي سواء كان في مال او عمل يعني بمعنى صح سيجعل الرأي مكتفي بذاته دون الحاجة لأي احد يتحكم فيه يمينا ويسارا نظرا لحاجة الرأي اليه يعني معنى صح ان اي حد مريد وشاف اسم الله الغني في رؤية في المنام فدلالة ليه ان الله سيغنيه عن تردده على الاطباء والطبيب ده يقول له حاجة والطبيب تاني يقول له حاجة تانية وكمان ربنا سبحانه وتعالى سيغنيه من ان يسأل حد اموال علشان يتعالج ويصرف على مرضه لانه بسبب ظروف مرضه اكيد اصبح بلا عمل ولا يملك اموال حتى يصرف منها على المرض والله سبحانه وتعالى قدره واعلم واسعد الله دائما منامكم وكمان الفتاة العزباء اللي تأخر عليها الزواج شوية ونظرات الناس ليها جمدة ومؤزية وقد تكون قاتلة ويمكن يسألوا اسئلة ليها تحرجها وتحزنها وشافت الفتاة العزباء دي اسم الله الغني في رؤية في المنام فدلالة ليها ان انتشاء الله سبحانه وتعالى ان اقتربت منها ايام الفرح وايام الزواج وان الله سيغنيها عن تلك النظرات والكلمات التي تؤذي شعورها وكمان اسم الله الغني يعني ان الله سبحانه وتعالى سيبدل حال الى حال عكس الحال الحالي واكيد للرأي وبالتالي ان اي حد يشوف اسم الله الغني في رؤية في المنام وكان عنده رصيد من الهموم والاحزان فحياته لا ينتهي ولا بيخلص فده دلالة للرأي ان الله سبحانه وتعالى سيغنيه عن همه ويبدله عنه بتغيير حاله لاحسن حال وسيدخل الله سبحانه وتعالى على الرأي عكس كل ما هو فيه وهو الفرج والافراح والسرور والسعادة ليغنيه عن ما كان هو فيه والله سبحانه وتعالى ادرى واعلم واسعد الله دائما منامك وكمان المرأة المتزوجة التي لا يرحمها زوجها من المشاكل والمعاملة السيئة ومبيصرفش عليها كما يجب وشافت اسم الله الغني في رؤية في المنام فده دلالة ليها ان الله سيغنيك عن احتياجك لهذا الزوج وسيفتح لك بابا تعيشين منه دون الاحتياج او اللجوء اليه وان الله سيصلح حاله ويبدأ يتعامل معاك برفق ولين عن الاول مما يغنيك عن معاملته السابقة التي كانت مليئة بالقصوة والله سبحانه وتعالى ادرى واعلم واسعد الله منامكم تمام كده اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة